كل الأضواء الحمراء أومضت منذرة بالحرب في السودان لكن لا الأمم المتحدة ولا القوى الفاعلة رأى ذلك بل على العكس تماما نتيجة رصدتها صحيفة الجاردين البريطانية في صدمة الدبلوماسيين الغربيين مما آلت إليه الأوضاع في السودان اللافت أن المبعوثة الأممية للسودان فولكر بيرتس رد نافيا على استفسارات الموظفين الأمميين حول وجود تحذير مبكر للحرب لكن بيرتس وفي لقاء مع العربية والحدث نهاية الشهر الماضي كان له رأي آخر لم يستبعد فيه السيناريو الأسوأ هل ترى أن الحل أقرب أم المواجهة أقرب؟ الحل أقرب بكتير المواجهة طبعا سيناريو ولكن مش أرجح السيناريوات أنا ما زلت متفائلا فيما كان بيرتس متفائلا كانت نذر تسعيد بين الجيش وقوات الدعم السريعة تحشيد وتأمين للذخيرة وتجنيد وتأمين وقود وإمدادات حتى الطبية وفق الغاردين داخليا لم تخفى تلك التحركات على الأطراف فحاكم إقليم دارفور مني أركو منناوي حذر في مارس الماضي من الحرب وحثى الطرفين على عدم القتال في المدن قراءات أخرى يبدو أنها أربكت المشهد فالبعض اطمأن للموقف الأمريكي الذي لم يصدر أي تحذيرات غير أن المشهد الآن معاكس تماما وصادم والمخاوف تتعاظم من إنجرار البلاد إلى حرب أهلية طاحنة لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات